محبة أبدية كل التعبيرات عن هذه الصفة الحلوة في شخص الله ماذا عن العهد الجديد؟ العهد الجديد أيضا مليء بالكلمات أو الآيات التي تعلن عن محبة الله نلاقي فيه مثل المسيح قاله في متع ساعة عشرين وعدد خمستاشر عن واحد خرج وهنا بيتكلم عن نفسه أو عن الله المسيح بيدعو ناس علشان تعمل في الكرم بتاعه وخرج ودع ناس كسرين من أول النهار وناس جموا يشتغلوا في آخر النهار مجرد أنهم يشتغلوا ساعة واحدة وبعدين وهو بيقدم الأجر لكل العمال أعطى الأول مثل الأخير فالأول زعل فكان رد المسيح عليه بيقول أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي أم عينك شريرة لأني أنا صالح وهنا كلمة صالح معناها أنا كويس أنا بحبه أنا عاوز أكرمه لكن أنت مش عاوزني أكرمه زي أنا ما أكرمتك أنت مش عاوز الخير لغيرك لأ أنا أقدم الخير ليك والغيرك لأني أنا أحبه كما أحبك لا ورب اتفق معاه ما ظلموش يعني اتفق معاه على أساس يتفعله دينار تمام تمام الله لم يظلم الله لم يأخذ مما لهذا الشخص وأعطى الآخر لكنه أكرم هذا الشخص وأكرم الآخر مثل ما أكرم الأول لكنه نظر فيما هو في يد قريبه أو صديقه أو زميله وأراد أنه ياخد من اللي في إيده ويعطي نفسه أكتر لكن الله يقول له أنا بحبه زي ما بحبك عشان كده الله يحب الكل بنفس المحبة يقول الكتاب في إنجيل يحنى صح 3 وعدد 16 آل شهيرة إنه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد عن كل العالم لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية